السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المتابعون الكرام أيها المغاربة من طنجة للجويرة مغاربة المهجر السلام عليكم في حلقة من الزمن الجميل حلقة من الأيام الحلوة حلقة ترجعنا للطفولة ترجعنا للبراءة ترجعنا للأيام الجميلة حلقة مفيش واحد مغربي معشهاش حلقة تحسك كده بالتبريشة حكاية السطل المغربي سطل الحلوة المغربي سطل الحلوة والمغاربة إيه اللي بيحصل مع سطل الحلوة ومع المغاربة حلقة بسيطة خفيفة ظريفة مش طويلة ولكن فيها إحساس حلو إحساس جميل إحساس هيرجعك للأيام الزمن الجميل لأيام الأيام الحلوة زمان ويمكن لحد الوقت والله أعلم كانوا المغاربة يعملوا الحلوة ويحطوها في سطل زي ده بالظبط سطل زي ده بالظبط وبعدين تيجي الأم تخبي السطل ده في مكان الدراري ما يقدروش يوصلوا لي الأطفال فيا إما تخبيه فوق الدولاب مثلا فوق المريوم يا إما تخبيه تحت الدولاب يا إما تخبيه فيه بيت في الغالب في كل بيت مغربي فيه أوضة كده عاملينها اسمه بيت الخزين يحطوا فيه مثلا الكراكيب ويحطوا فيه الخزين ويحطوا فيه تحط الحلوة في السطل ده وتخبيه فين في بيت الخزين او تحت الدولاب او ما الى ذلك ليه علشان انتو عارفين الاطفال مدمنين حلوة يعني الاطفال الحلوة دي بالنسبة لهم هي ايه يعني هي اروح حاجة في الحياة وبعدين الاطفال يستغلوا بجا لما الام تخرج مثلا تروح السوق تتقضى ولا تروح مثلا تدير الصواب لصاحبتها يكون عندها عرص ولا تكون معروضة ورغم ان الاطفال في الحالة دي ولادها بيكونوا متدبزين مع بعض ومتخصمين لكن اول الام ما تخرج ويعرف ان في حلوة تبدأ المصالحة عدو عدو صديقي هنا السياسة بجا سياسة الاطفال السياسة البريئة يتصالحوا مع بعضهم ويبدأ جهاز المخابرات الطفولي يبدأوا كل واحد يعملوا زي الفران يدور في حتة اللي يدخل تحت السرير واللي يدخل مش عارف فين واللي ينقذ مش عارف فين المهم يلفوا البيت كامل ويجلبوه حتة حتة لحد ما يوصلوا لسطل الحلوة اول ما يوصل لسطل الحلوة يبوا عاملين زي ايه زي اللي بيدور على كنز زي الفرعنة اللي بيدور على كنوز الفرعنة تحت الارض دولة اول ما يوصل للكنز ده قمة الفرح والسعادة فيعملوا ايه باجا كل يوم شوف الزكاء كل يوم يروح كل واحد يجيب له حلوة ولا تنين استغلوا الام لما تخرج ولا تكون مشغولة في الكوزينة كل واحد يروح ايه يسلت حلوة طبعا السطل بيكون ملن حلوة كل شوية ينجس 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 لكن هم مش حسين بي مش حسين بي ولا حاجة يفضلوا على الوضعية دياتي وهم عايشين اللحظة ومبسوطين وعملين نفسهم ايه يعني منتصرين في الحرب ومحدش عارف قصتهم لحد ما ييجي بالصدفة الضياف عند الام ييجوا مثلا الضياف عندها اختها ولا بنت خلتها ولا بنت عمتها ولا صاحبتها فالام بطبيعة الحال بتروح تدير لهم ايه تدير لهم الصواب فتروح علشان ايه تعمل لهم قتاي ويجيب ايه شوية حلوة تحط لهم الحلوة فتروح الام بجا تطلع فوق المريوة واللي في بيت الخزين وتيجي جبدل السطل وتفتح السطل تيجي الصدمة بجا الصدمة كانت قوية قوية ها 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 تفتح الصدل تتاجي الصدل الصدل فاضي تيجي لها الصدمة الرهيبة بجا الحلوة راحت فين واشعفريت خاتها فتكتم الغز بتاعها لحد ما الضياف يمشو وتجيب بجا ايه تجيب العيل مين اللي كان الحلوة مش انا التاني يقولك لا البنت تقولك مش انا وبعدين لما تزيرهم يقولك لا ده هوا وهي تقول لا ده هوا اللي هوا اللي هوا اللي جل وتعالين شوف الحلوة فيجوا وكلين العصة شوف الحلوة حتى العصة كانت حلوة في ايام زمان اظن مفيش واحد مغربي مكلش العصة بسبب سطل الحلوة انا اللي طلبه منكم تكتبولي هل عشتوا اللحظات دي شكون كان العصة بسبب سطل الحلوة مين اللي كان العصة بسبب هذا السطل مين اللي عاش الايام الحلوة دي مين اللي فاكر الايام الحلوة دي والسؤال التاني هل لسه الحيات دي موجودة هل لسه الحيات الجميلة دي موجودة هل الحلوة والبراءة والطفولة لسه موجودة لحد اللي وقت لان شيء غريب يا جماعة إحنا وإحنا صغيرين لما بنكلوا الحلوة وبيجي طعمها حلو يبقى طعمها حلوة في حاجة حلوة ليه لما بنكبر وبنكل الحلوة ما بيكونش طعمها زي زمان زي وإحنا صغيرين وإحنا صغيرين نبقى ما نقلبوا على الحلوة وندخلوا تحت السرير ونطلع فوق الدلاب عشان نلاجوا الحلوة ونكلوها دلوقتي وإحنا كبار ليه الحلوة بتكون جدامنا وإحنا مش عايزيننا كلها لإنها طعمها ما بيجيزة يطعم زمان الأيام الحلوة الجميلة دي مين اللي عاشها هل لسه السطلة ده موجود في حياة المغربة لحد الوقت هل لسه أولادكم بيدوروا على الحلوة ويسرجوها مش كون فيه كل كل العصى بسبب سطلة الحلوة ده هانا رجعتكم الأيام زمان للأيام الجميلة الحلوة برطاجوا هذه الحلقات عشان نوصل هذه الحياة الحلوة هذه الحياة الإنسانية هذه الحياة التي كانت تجمعنا هذه الحيات اللي كانت تفكرنا بالطفولة بتاعتنا والأيام الجميلة والأيام اللي فيها براءة وفيها حب وفيها الأب والأم ولمة العيلة والدفء والحنان برطجونا هذه الحلقة وكتبونا في التعليقات شكون فيه كل كال العصى بسبب سطل الحلوة وشكرا لكم وإيه 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 اكتبونا في التعليقات وإيه وشكرا